زمالك عنده حد ينايل حوالي 4 شهور تمام؟ وعنده بقى منافسات أفريقية ومنافسات محلية وأمور كثيرة جدا نهار ده بعد المباراة بعد الأصوات اللي بدأت تطلع زي كل مرة كده وأسوريو جايد في المرحلة ديت وأسوريو المفروض يكمل وأسوريو المفروض يمشي ولا يقعد انت رأيك ايه؟ والله احترت احترت صح؟ سعادة يديك مباراة حلوة أصل انت ايه يا كريم؟ يعني في نقطة لازم الناس تبقى فاهمها أنا عارف ان الراجل ده كويس يعني عنده عنده حاجة وكمان من قعدتي مع بعض اللعيبة بيقولولي ان ده من أحسن المدربين اللي اشتغلنا معهم الفترة اللي فاتت كلها وعنده حاجة بيحاول يعملها وعنده شغل بيحاول يعملوه بس في الآخر ما هو انت لازم برضو انت تبقى يعني ما تبقاش خواجة متزمد يعني خواجة متزمد ازاي؟ بمعنى يعني عشان الناس تبقى فاهمة برضو يعني اللعيبة دي مش عارفة تطبق الطريقة دي بس انا مصمم مش لازم مش لازم بقى اصمم مش لازم ابقى خليك لين بعض الشيء لحد اما تعد الموجة يعني انت مثلا في موجة جاية عالية جدا اقف قدامها انت عارف العكس وقعية كابت انطر عشان انا بقولك بس الأصوات اللي بدأت نديده وانا بقول كده النهار ده الأصوات قريلة مش كتيرة يعني كل الناس مجتمع بقى ده كتيرة ده في ناس رشحت اصماء كمان لا بس الخطر في ده في ايه بقى كابتن طريق ودي بقى مشكلة انا يعني تحليل انا للوضع انه انت بدأت الموسم خلاص لو انت كنت عايزة تماشي اصوري بقى كنت ماشيته الاجازة دي كلها لكن انت هتبدأ الموسم وتبدأ بقى تخش بدوام التغيير المدربين مطشو والتاني هتبقى مشكلة كبيرة انا عندي اعتراك كمان على اصوري في نقطة هو غلط فيها من وجهة نظري ما عرفش هو عملها ازاي معين الراجل ده برضو من المدربين التاني اللي انا بعتبرهم مدرب كويس اوه صح انت كمدير فني عايز تعمل اجازة ما بين الموسم والموسم ما تديش حجم الاجازة الكبير قوي ده وتشتغل فترة اعداد لمدة عشر تيام بس دي كانت غلطة من اكبر الغلطات اللي غلطة مستر اصوريو مع ندزة ملك الفترة الاخيرة هل دي مقصود عشان مستحقات مقصودة عشان مفيش عشان 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 ما عرفش يعني دي برضو من الحاجات الفنية او اعداد فرقة لموسم قريدي الفرقة دي اسخد بالك مستوى ندزة ملك او مستوى او كوالة اللعيب الموجود دلوقتي مش اعلى حاجة فلازم تجهازهم بدنين كويس اوي لا حط في اعتبارك كمان ان اول 4-5 ايام في المعاصقة ما كانش موجود كان سافر لا بغض النظر عندي انا حاطت برنامج بشتغل عليه ممكن تحصل دي والجهاز اللي معايا المدير المدرب العامل الاجنبي اللي معايا بيطبق نفس الشرط اه وكابتن متحت واحمد مجدي وعب منصف وكابتن عب واحد وكل الناس دي موجودة ما عنديش مشكلة ان حد يطبق نفس السيستم بتاعك بس المدة اللي انا اشتغلت فيهم فترة اعداد اللعبة دي على الاجازة اللي خدوها لا مدة كبيرة اوي اوي فدي اللي انا كنت عايز اقوله في النقطة دي بالذات الكوالات بتاع اللعبة بتاعي مش اعلى حاجة مهم جدا في الوقت ده ان انا جاهز اللعبة دي بدنيا كويس قوي عشان يقدروا يدي عوضولي الحتة الفنية العالية جدا بالحتة البدنية ان الحتة البدنية اتعوض دي لان انا محتاج بقى مكان في الملعب مكان يبقى ديهم الحمل البدن الكويس جدا اللي يبتدوني بيه الموسم هم في اعلى اعلى درجات جاهزيتهم لان انا قريدي والطبيعي بتاعنات زمالك في الفترة الجاية ان في ينايرا هيغير مش مدرب هيغير عدد من اللعبة ويجيبك والتي احسن شوي فانت ازاي تعرف تخلي اللعبة دي اللي موجودة عندك بدنيا كويس قوي اللي بيدي اديك الحتة البدنية بشكل كويس عشان ما تتعبش في بداية الموسم ما تقوليش ان انا بجهز وبعلى بالمستوى او بتدرك في المستوى باللعبة اللي موجودة عندي ما هقول ريدي اللعبة دي مش احسن عارف لو الكوالة تعليق اوي ما عنديش مشكلة